السلام عليكم طلبة الصف الأول درسنا لهذا اليوم هو الجمع من منزلتين سنأخذ فقط الجمع الأفقي دعونا ننظر هنا يا أول حتى نتعرف على الجمع الأفقي أولا الجمع الأفقي من منزلتين الرقم الأول يكون لدينا عددان الرقم الأول مكون من أحد وعشرات هنا لدينا هذا الرقم مكون من أحد ومكون من عشرات ننظر هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة وثلاثون زائد لأننا نقوم بعمليات الجمع إذن لدينا مسألة زائد الرقم الثاني أيضا مكون من أحد ومكون من عشرات ننظر هنا لدينا الرقم الآخر يكون أيضا من أحد وعشرات ثلاثة وعشرون وهنا يساوي الآن يا أول ننظر لدينا عددان وكل عدد مكون من أحد وعشرات وهنا أحد وعشرات هذا الجمع نلاحظ في نفس المستوى وهو الرقم الأول مكون من أحد وعشرات وضعنا إشارة الزائد بجانبها ثم الرقم الثاني أحد وعشرات أيضا وضعنا إشارة اليساوي بجانبها وسنضع أيضا الناتج هنا هذا يا أول كله تسمى جمع أفقي أي في خط مستقيم لماذا سميت أفقي؟ لأنها تكون جميع الأعداد مع إشارة الزائد والعدد الثاني والإساوي والناتج كلها في نفس السطر في خط مستقيم يسمى الجمع الأفقي نبدأ في هذه الطريقة قلنا يا أول وتعرفنا في حصة سابقة على أن الآحاد قلنا الآحاد تسمى بنات وبالتالي البنات تحب أن تلعب مع بعضها إذن البنات سنقوم بجمعها مع بعض سنأخذ هذه الثلاثة لأنها بنات تحب أن تلعب مع من؟ تلعب مع البنات ننظر هنا تأتي تقول هذه أم كبيرة لا تريد نأتي هنا بنات تحب أن تلعب معها سنجمعها مع بعض ننظر هنا لديها أيضا أم لا ترضى أن تلعب مع الأم البنت تحب أن تلعب مع البنت بمعنى الآحاد مع الآحاب سنضعها الآن يا أول هذه الآحاد لا نضعها بجانب يساوي نبتعد قليلا ثم نضع هنا البنات لماذا تركنا هذا المكان فارغ ننتقل إلى الأم أيضا الأم تحب أن تجلس مع بعض كما البنات يحبون أن يلعبوا مع بعض ويجلسوا مع بعض كذلك تكون العشرات ننظر هنا أيضا اثنان عشرات سنأخذها مع من مع ثلاثة عشرات كاملة ونضعها بجانب إشارة اليساوي بجانب إشارة اليساوي الذي تركنا مكانها في الأول أصبح لدينا عدد جديد الآن نقوم بعدها نعد الآحاد وهي البنات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نلاحظ سبعة ننتقل العشرات سبعة عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون سبعة وخمسون سبعة وخمسون مثال آخر أيضا ننتقل يا أول قلنا كل عدد سيكون مكون من أحد ويكون مكون من عشرات الآن الآن ننظر يا أول هنا الآن هذا الرقم مكون من أحد وهو اثنان وعشرون زائد واحد واربعون عشرة عشرون ثلاثون أربعون يساوي نلاحظ يا أول جميعها في خط مستقيم إذن ماذا يسمى جمع أفقي جمع أفقي تبدأ نبدأ من هنا هذه البنت ستبحث عن بنت مثلها لتلعب معها وجدت هؤلاء سنأخذهم مع بعض يحبوا أن يلعبوا مع بعض إذن سنجمعهم مع بعض لا أضعهم بجانب اليساوي قلنا سنترك مسافة لمن أترك هذه المسافة أتركها للأم الأم لها إسمان الأم والعشرات الآن ننتقل هنا أربع عشرات تبحث عن عشرات مثلها وجدت هنا أيضا إثنتان ونأخذها كاملة وتوضع بجانب إشارة اليساوي الآن نقوم بعدها نبدأ في البنات واحد اثنان ثلاثة هنا عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون ثلاثة وستون ثلاثة وستون الآن ننتقل يا أول لنقوم بحل عدد من المسائل إذا كتبنا المثال التالي إذا قلنا يا أول مثال اثنان وخمسون زائد أربعة وثلاثون يساوي الآن هنا يا أول في هذه المسألة نلاحظ هنا لا يوجد لدينا عيدان بالتالي حتى نقوم بحل المسألة بطريقة صحيحة نقول هذه الآحد هنا هذه الآحد سنضع عليها خط العشرات نضع لها خطان الآحد خط والعشرات خطان الآن في هذه الطريقة لماذا أنا وضعت الخط والخطان وضعت هنا خط لنميزه بأنه آحد وضعت هنا خطان حتى نميزه بأنه العشرات أيضا الاثنان هو الآحد والخط عفوا هنا هي الآحد والخمسة الخمسة اللي وضعنا تحتها خطان تسمى العشرة الآن الخط يبحث عن رقم مثله يوجد لديه خط الخط يحب أن يلعب مع الخط ما معناها معناها أن الآحد مع الآحد نقول نبحث هنا أربعة زائد إثنان الأربعة يوجد تحتها خط ستجمحها مع الإثنان لأنه يوجد تحتها خط الآن طريقة الجمع العادية الأربعة في العقل والإثنان على اليد أربعة ونكمل خمسة ستة كما قلنا في العيدان لا نضع الستة بجانب اليساوي مباشرة نترك مسافة ونكتب الستة الآن ننتقل الخط انتهينا منه ننتقل لمن ننتقل للخط لماذا وضعت هذه الخطوط لتسهيل عمليات جمع الأعداد مع بعض بالتالي نقول هنا الثلاثة يوجد تحتها خط مع من سأجمعها سأجمعها مع العدد الذي يوجد أيضا تحته خط مثله نبحث وجدنا الخمسة إذن الثلاثة زائد خمسة أصبحت مسألة الجمع عادية الخمسة في العقل وثلاثة عليات خمسة ستة سبعة ثمانية إذن سنكتب الرقم ثمانية مثال آخر إذا قلنا لدينا هذا المثال قبل البدء في عملية الجمع نضع الخطوط نبدأ من خط واحد خطان خط خطان الخط معناه أحد والخطان عشرات الخط أحد الخطان عشرات الآن نبدأ الخط يحب أن يلعب مع الخط أو يجمعه مع الخط صفر زائد نبحث عن الخط تسعة صفر زائد تسعة أي عدد نجمعه مع الصفر كم قلنا يا أول تسعة بالتالي سنضع التسعة نبتعد قليلا عن إشارة اليساوي ونكتب رقم تسعة الآن ستة زائد ثلاثة الستة في العقل وثلاثة على اليد ستة ونكمل ستة سبعة ثمانية تسعة إذن أيضاً سنضع التسعة في العقل مثال آخر اثناني واربعون زائد ستة وخمسون نبدأ ماذا نقول خط خطان خط خطان الخط يمثل آحد والخطان عشرات الخط يمثل آحد والخطان يمثل عشرات الخط نبحث عن الرقم الموجود تحته خط في هذه الرقم الأول والخط الموجود في الرقم الثاني نبدأ هنا ماذا يوجد اثنان نكمل الطريق ونبحث ماذا وجدنا ستة لماذا اخترت الاثنان مع الستة لأن الاثنان تحتها خط والستة تحتها خط اثنان زائد ستة الآن يا أول نضع الستة في العقل لأنها أكبر والاثنان على اليد نقول ستة ونكمل الستة لا نضعها على الأصابع الستة تكون في العقل ونكمل الآن ستة ونكمل سبعة ثمانية نترك مسافة ونكتب العدد ثمانية الآن ننتقل إلى الخطان انتهينا من الخط دور الخطان نبدأ أربعة وجدنا تحتها خطان نكمل البحث وجدنا الخمسة تحتها خطان أربعة زائد خمسة أيضا عندما نعرف الأرقام جمع هذه الخمسة في العقل والأربعة على اليد خمسة ونكمل ستة سبعة ثمانية تسعة وبالتالي نضع هنا التسعة في المكان الذي تركناه فارغا أصبح الناتج ثمانية وتسعون إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم